شايفيتك كتير مسيطر هاي الفترة وعم بتتبدل الادوار ما بينك وبين الحبيب على يعني وجه الخصوص بشكل عام لبرج القوس عزيزي للاسف يعني انا دائما بحب اوقع الكروت الايجابية بس في كروت سلبية بتطلع لحالها يعني فخلينا نقول في فاقة سلبية في امرأة عم تعملك شغلة غلط شغلة يعني عمل او ما بعرف سحر او شي مثل هيك في عنا علاقة ثالثة ظاهرة في الموضوع وعم بيكون في حسد منها من هاي العلاقة الثالثة او العلاقة الثلاثية في شخص ثالث داخل على الموضوع ممكن ما يكون يعني طرف ثالث ممكن يكون اي يعني شيء او شخص داخل في العلاقة شايفة انه رح يكون الشريك او ممكن يكون للناس السناقل ممكن يكون شخص الجديد او فارس الاحلام انا شايفة يعني مواصفات فارس الاحلام وحتى لو كنتوا منفصلين فهو نفس الشخص فارس الاحلام عم بشوفه يعني جاي بعرض بشي معين يعني جاي والفرحة على وشه ولكن انت رح يكون في عندك بعض الصراعات الداخلية من هاي العلاقة وبعض التشويش يعني اوكي يعني فرحان رح تكون بالرجوع وكذا بس بنفس الوقت خايف انه المشاكل تتكرر وخايف انه العلاقة ما تكون مثمرة او ما تكون لها يعني لها نهاية حلوة او خايف اكتر اشي من الشريك هذا الشخص نفسه هذا الشخص اللي نبين بالصورة فالبين انه انت في عندك صراعات بينك وبين حالك انك هل تعطي هذا الشخص فرصة او لا والبين انك انت رح تعطيه ولكن بتوجز بخوف معين رح يكون في عندك خوف شوي من هذا الشخص لكن سرعان ما هذا الخوف يتبدل او ويصير سعادة انا شايفة فيه سعادة في الموضوع فيه توازن فيه نصر عم بتحققه او على هذا الشخص او على الشخص الثالث لانه شايفيتك مبسوط وطاقتك يعني نارية عم بتكون كتير مشاعرك نارية تجاه هذا الشخص انت عم جد بتحبه ولكن عم بتفكر شوي بلشت تفكر بعقلك شوي اكتر من قلبك بهاي الفترة والقوس يعني معروف بيفكر بقلبه بعقله يعني بذات الوقت فرد مرة بس بهاي الفترة اكتر رح تكون صارم مع الشريك رح تكون مبسوط بس بنفس الوقت صارم مع الشريك رح تغير معاملتك معه عن سابق عهدك اول شي كنت بتعامله بطريقة يعني حنونة زيادة كنت عم تطعط زيادة في العلاقة شايفيتك هلأ لا عم تتغير توجهاتك عم يتغير تفكيرك عم بتكون حاط اجر على اجر والشريك هو اللي عم بقدم تنازلات فشايفي نصر وكروت حلوة لبرج القوس شايفي على الاغلب في عندكم سفر او اجراءات سفر ممكن تكون بالشهر الاخير من السنة لكن عم بشوفك عم بتزبط الامور وعم بتحطر حالك لهاي الخطوة التأشيرة او الخبر السار عن السفر رح يجيك خلال الثلاث اشهر لكن السفر نفسه ممكن يكون في اخر شهر من السنة على الاغلب العمل شايفيتك فيه شوي نقص في المادة في الفترة الجاي ولكن بنفس الوقت انتصارات ويعني علو ومرتبة لكن المادة انا شايفيتها نفس الشي ما عم تتغير فهذا الشي شوي عم بدايئك عم بيخليك نوعا ما زي ما قلنا زي ما قلنا هون انه تحط حجر اساس لمشروع جديد فممكن انه تكون بسبب يعني المادة محدودة او كذا تبلش بمشروع اضافي وهذا المشروع ماشي على خير وفترة حلوة كتير انك تبلش بهذا المشروع بشهر تسعة يعني بشهر التاني فعم بشوفك مسيطر في هذا المشروع عم بتكون مشهور في مجالك او بالمجال الجديد اللي دخلته بالمشروع اللي عملته فعم تجني ارباح ما بعرف يعني تحصل على شهرة معينة في المجال اللي انت فيه هذا اكتر اشي بالنسبة للطاقات ترابية نارية في كل قراءة لازم النارية تكون موجودة ما بعرف ليش في عنا ترابية نارية مائية هذا اكتر شي موجود وبرج الحمل موجود عنا برج الحوت برج السرطان هدول اكتر ابراج موجودة خلينا نشوف بالعقل الباطن شوفي عندك يا عزيزي في موضوعين عم بيكونوا يعني نركز تفكيرك عليهم بدك تحققهم بنفس الوقت ولكن انا بقول لك بهاي الفترة الثلاثة اشهر رح تحقق واحد منهم بس لنهاية السنة بتكون حققت الموضوع التاني انا ما بعرف شو هم المواضيع لكن يعني هذا اللي ببين من الورق مبين انه انت يعني بالفترة الجاي زي ما بقولوا التراب بتمسكه بقلب دهب فاستغل هاي الفترة في عندك فترة من فترة من يعني في عندك حظ وفير كتير بهدول الثلاثة اشهر فحاول على قد ما تقدر تشتغل فيهم او تعمل مشروع جديد اللي انت بتفكر فيه اللي قلنا عنه هون ممكن تعمله في هاي الفترة فترة كتير مناسبة لهذا الموضوع نشوف هون قلنا انت في صراع انك تعطي التسامح او لا انك تسامح فهون بيقولك انه سامح 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 يا برج القوس ان شاء الله تكون اخر مرة يعني ما يكررها الحبيب او رح تكون جذاب جدا يا برج القوس بالفترة الجاي رح تكون جذاب للجنس الاخر بشكل كبير جدا اذا كنت رجل واذا كنت امرأة فهذا السحر رح يجذب لك السول ميت طبعك اما القديم او للاشخاص السناقل الشخص الجديد في حياتهم او السول ميت اللي لسه ما ظهر في حياتهم ممكن جدا انه يظهر بهاي الفترة نشوف الرومانس اها بيقولنا عن الحبيب في اخبار انه بما معناه في اخبار وصلتك عن الحبيب كلها تخاطئة او سيتم توضيحها في بالفترة الجاي في توضيحات كتير رح تسمعها من الشريك نفسه من صاحب الموضوع مش من اشخاص اخرى فشي حلو بيقولك هون شوفنا فيه صراعات وكتير وانه العقل والقلب وكزا بيقولك اعمل اللي انت حاسه وكأنه بحكي لك شغل هاي المرة شغل قلبك شغل قلبك وشو انت بتحس بكون هو الصح عم بشوفك بتعمل ميديتيشن عم بشوفك بتعمل صلوات كتير بالفترة الجاي بيقولك اتعمق كتير اه بنفسك اه روح للروتس روح للجذور اكتشف جذورك انت اه تفكيرك انت انت شو بدك اه يعني اتعمق في تفكيرك اه اعرف شو بدك بالزبط لان انا شايفيتك هون كمان في هذا الكرت كتير محتار وكتير يعني ما عم تعرف اه يعني تتصرف او تاخد قرار فقولك فبيحكي لك انه قودي بروح بالعمق في نفسك وفكر على رواء فاعطي حالك اه فرصة بالتفكير لانه قرارك رح يعني اه ينعكس عليك لفترة اه طويلة فكون متاكد من هذا اه القرار نشوف الشاكرا اه كاردز لانه شفت في عندك طاقات اه سحر او حسد او كزا فخلينا نطمن نشوف او زي ما توقعت اه في عندك الهارد شاكرا اه ممكن تكون فيها مشكلة يا عزيزي يعني بسبب هذا الموضوع اللي قلنا عنه قبل شوي فدير بالك اه اعمل استشفاء اه ضبط امورك وبيقولك بعديها رح تكون في بدايات اه جديدة اه وحصاد للي انت تعبت عليه فيعني الامور رح تتحسن شوي شوي مش فجأة فكون صبور بيقولك الكروت انه قون اه صبور اه بيقولك هون انه اه الموضوع قد مكان كبير قد مكان اه صعب فانت قادر انك تعمله بالفترة اه الجاي فيه رح يكون عندك عناية الهية او اه اه متل متل هيك شي عناية من الملائكة فلأ روح يعني ما ماتت اه يعني ما تتاخد خطوة للخلف اه بالعكس اه اه روح خطوات للامام وخليك اه جريع هون بيقولك انه